الفيلم بيبتدي مع نيكا واللي قاعدة على كرسي متحرك وعيشة مع امها وفي واحد بيجيب لهم صندوق ولما بيفتحوه بيلاقوا الدمية دي وما بيعرفوش مين اللي باعتها وامها بتمسك الدمية دي وبترميها وبتخلص منها وبالليل نيكا بتفوق على صريخ مامتها ولما بتروح بتلاقيها ماتت وتاني يوم بتيجي اختها ويجيب الراجل ده اسمه فرانك علشان يصلي على امهم لانهم بيفتكروا انه مامتهم انتحدت لانها كانت تاخد دو اكتئاب ودي مربية اليس بنت اختي نيكا ونيكا بتقول للي اليس انا عندي ليكي مفاجئة لما بتبص كده علشان تديها الدمية مش بتلاقيها وليس بتقول لها انا عاوز اروح الحمام ولما بتروح بتلاقي السيتارة دي بتتحرك وبتروح علشان تبص عليها فبتلاقي الدمية وبتفرح بيها جدا وبتشيله وبتاخدها ونيكا بتعمل لهم اكل ولما بتخلص تيكي بتبدأ تحط الشط بتاعها للاكل اللي بيكون فيه السمت وما بتحطش في كل الاطباق لانه نيكا بتكون جاد وبعد ما فرانك بيخلص اكل بيبدأ يحس بتاعه وهو بيسوق بيعمل حادث تروح الشرطة علشان تشوف في ايه فبيلقوه بيموت بالمنظر ده ومن سوق حظه الطبق اللي كان فيه السمت كان من نصيبه وهنا نيكا واختها بيتفرقوا على ذكرياتهم ايامي حلوة يعني اختها بتقول له هوتي تعرفي ده فبتقول له لأ اول مرة شوفه ما بيهتموش بالموضوع وليس بتسألهم هم انتوا شفتوا الدمية بتاعتي انا مش لقياها ونيكا بتبدأ تشك وبتتصل بمكتب التوصيل علشان تسألهم مين اللي بعت الدمية فبيقولولها من مستودع عدلة الجنائية وهي ما بتكونش سمعاهم كويس بشباب السبكة وبتبدأ تبحث على دمية تشيكي بتعرف انه في كتير عائلات بسبب الدمية دي ماتت ايه ده هونتوا طلعتوا من شلة المنحرفين يلا تشيكي هيقوم بالواقب وهنا المربية بتتكهرب وبتموت في مكانها يلا غوري ونيكا بتفضل تبحث بيظهر لها نفس الراجل اللي شفته بتفضل تشك واختي نيكا بتقول لجوزها انا رايحة تطمن على اليس فبيقولها فكك من الكلام ده انا عارف اللي بينك وبين المربية وبتستغرب وبيقولها انا عرفت من خلال الكاميرا اللي موجودة في الدمية فبتاخد الدمية وبتروح بتفضل تبص لاختها كده ونيكا بتحاول تفهمها اللي عرفته عن الدمية وهي بتقولها انت اللي حطيت الكاميرا دي علشان تخريبي بيتي وبتدلهاش فرصة تتكلم وبتتبها وتروح ونيكا بتفضل تناديلها ودي متثبتها زي كده وجوز اختها نايم في سبع نومة ونيكا بتحاول تطلع من على الدرج بس ما بتأدهرش واختي نيكا بتلاقي السكينة دي نفس السكينة اللي مادة تمها بيا وبتحاول تشوف اللي في جوة الدمية دي يلا سكي بقى وبيثبتها تشيكي وبيقولها انا عاجباني يا نيكي دي وبياخدها من غير ما يتردد ونيكا بتفضل تناديل اختها وبيقولها انتي عندك عزر اختك حتيجي لحد رجليكي سي كده ونيكا بتهرب وبيفضل يجري وراها بس هي بتقدر تهرب منه وبتروح تصحي جوز اختها لشان يشوف الكارثة دي وبيقولها هو في ايه هو ايه اللي حصل وبعدين بتقوله ما تقربش من الدمية وبيروح علشان يدور على بنته أليس بس مش بيلاقيها والتيكي بيكون حيموت نيكا وبييجي جوز اختها وبيفضل يقولها هو انتي عملت كده لي هم عملولت ايه ونيكا بتتعب وتطلب منه علشان يديلها الحقنة بس هو مش بيديها لها وبعد ما بتصحي بتلاقي نفسها مربطة وجوز اختها بيروح علشان يرجع الكاميرا الكاميرا اللي موجودة في الدمية وبيكتشف ان الدمية هي اللي أخدت بنته الغرفة التانية وشاف ان الدمية بتتكلم مع بنته وكده ابتدى يعرف بس للأسف بيجي الاطر المستعقل وبيموت ونيكا بتعرف تخلص نفسها والتيكي بيقوم تاني وبياخد نيكا وبيلف بيها شوية وبيبدأ يعرفها بنفسه وبيقولها انا كنت صديق العيلة وانه هو بينجزب لأي عيلة عندها اطفال وهو اللي قتل باباها وكان عاوز ياخد اختها ومامتها اتصلت بالشرطة وقبل ما تمسكوا الشرطة ضرب مامها بالسكين وبسبب الدربة دي نيكا تضلعت عجزة وبيهرب وبيدخل لمحل الألعاب وبياخد طلقة وقبل ما يموت بيبدأ يقرأ التعويزة ومن خلالها بينقل روحه للدمية تشيكي وبعد 25 سنة يوصل لهم وبيبتدي ينتقم منهم ونيكا بتحاول تموته بس ما بتقدرش لان روحه هي اللي موجودة في الدمية وبتيجي الشرطة بتلاقي بس نيكا طبعا مش هيشكوا في حد تاني وبياخدوها المشفى أمراض العقلية والزبط ده بياخد الدمية وبتظهر وحدة تانية بترسل للصندوق اللي فيه الدمية لبيت تاني بيت أليس بنته أختي نيكا اللي عايشة مع جدتها بعد ما باباها ومامتها ماتوا وبييجي تشيكي وبيبدأ يتكلم معاها وهنا بيخلص فيلمنا باي